اشتركوا في القناة ويقفوا إلى توفير الخبرة العملية لخريجي الجامعات قبيل دمجهم في سوق العمل الفعاليات هي فعاليات توظيف وتوفير فرص تدريبية للشباب مدفوعة الأجر لمدة ثلاث شهور الفعالية الأولى كانت في نابلس فعالية اليوم في رمالة والأسبوع القدم في فعالية في الخليل هذه ثلاث فعاليات تستهدف الشباب بشكل جدا دقيق بتحاول تسوي مزاوج بين مهارات الشباب والشواغر والنواق الصداء الشركات المشروع الذي جاء بعنوان جواز سفر للنجاح قدم للمتدربين عدة دورات مرتبطة بالتعبئة والتغليف والصناعات الغذائية في وقت يفترض أن تشكل هذه الصناعات أولوية مع انتشار حملات المقاطعة الشعبية للمنتجات الإسرائيلية حاليا هذا إلى آخر شهر من الثلاث شهور الآن صراحة كثير هو بنمي مهاراتك يعني بيكون أنت بحكم أنه إحنا طلعين من الجامعة لسه مش ممارسين ولا إشي فأنت بتطور الواحد بصير عنده معلومات كثير كبيرة وبصير ممارس يعني مثلا وبيعملوك هناك حسابك حساب موظف فأنت بتكون هناك موظف طبيعي عليك مهام وإنت موكل إلها فبتقوم فيها جميحة فهذا كثير بكسبنا مهارات كثير كبيرة ويشارك في فعاليات التوظيف نحو 15 شركة ومصنعا فلسطينيا متخصصا في الصناعات الغذائية ويعد هذا القطاع من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الفلسطيني والذي يدر أموالا في السوق وعنصرا هاما للناتج المحلي الإجمالي لتلفزيون القدس طارق الشريف رحم الله أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com ادخلوا الآن إلى mail.alqds.com email القدس الإيميل العربي الجديد ترجمة نانسي قنقر